موسيقى موسيقى صبع الخير مشاهدين الكرام و أهلا و سهلا بكم إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم السابق 12 أيلول 2020 الملفات والتفاصيل و آخر الأخبار الجميع يعلم أن مهلة الفرنسي أو الرئيس إيمانوال ماكرو تنتهي اليوم المعلومات تقول أنه المفروض اليوم يتم عرض التشكيل الحكومي الحديث والكثير من الأحاديث عن كيفية تشكيل هذه الحكومي الدكتور أديب بعض الاتصالات هناك بعض الانتقادات هناك بعض الأسئلة والتساؤلات هل ستسلك هذه الحكومة التي سيشكلها دكتور أديب مسار الطبيعي ماذا عن قوى السياسية التي سمت أديب والتي هي نفسها من المفروض أن تمنح هذه الحكومة الثقة في مجلس النواب وغيرها من الملفات العقوبات الأمريكية على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف في نيانوس بالطبع هذه الملفات والتفاصيل كلها والهرول الأوروبي نحو لبنان في هذا الوقت وخصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت هل هو حب للبنان ماذا عن المصالح الخارجية لهذه الدول ماذا عن الموقع الجيوسياسي للبنان كل هذه التفاصيل سنناقشها مع ضيفي رئيس مركز لبرتي للدراسات القانونية والاستراتيجية دكتور محمد زكور دكتور ومحامي أكيد دكتور زكور صباح الخير صباح النور بشكركم على الاستضافة استاذ عباس لي الشرف أني أطلع على القناة الكريمة لأول مرة وخليني أقول للجميع الحمد لله على السلام بعد الحريق يلي صار من يومين دكتور خلينا بالبداية أكيد الحمد لله على السلام كلنا خفنا بهذا الحريق يمكن سرنا خايفين يطلع انفجار قديش عدم الأمان اللي عم نعيش بهذا البلد واضح جدا ما هنرجع نعلق على هذه القصة اللي صارت أو على هذا الحدث الذي صار هابدى مباشرة بالأخبار المتداولة اليومية كلام الصحة في الصبح وأيضا كل ما له علاقة في الأخبار بنهاية هذا الأسبوع اللي هي يعني هتكون مفصلية لأنه التناني بتنتهي المهلي التي خلينا نقول المهل الإيجابي التي أعطاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السياسيين في لبنان من أجل تشكيل حكومي القرار الأخير لم يكن مفاجئا للخزانة الأمريكية العقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس لن أتحدث شعبوية ولن أتحدث في ما هي هذا القرار بالطبع نحن كلبنانيين شفنا رفض القرار كنت مع أو ضد رفضوا هذا القرار لأنه نحن لبنانيين في بعضنا البعض ونعلم هذه العقوبات في القانون كونك محامي ومحامي عريق ما بعرف كم سلي في القانون ما لهذه العقوبات الأمريكية على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ما لها وما عليها في القانون أشد الدكتور مجددا خلينا نبلش من قصة العقوبات الأمريكية ونظرية العقوبات الأمريكية يلي ماشيين فيها ومدرجينها بدل العقوبات العسكرية من سنة 1950 الرئيسة رومن استحدث شيء اسمه عقوبات فرض على الصين وفرض على كوريا الشمالية نتيجة تدخلهم بالحرب وأنشأوا من وقته مكتب اسمه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنا استاذ عباس بيهمني اليوم اختلف مع كثير من القانونيين أو بعض القانونيين يلي عم يحللوا وعم يقولوا العقوبات الأمريكية هي عابرة للحدود الأمريكية وأنه نطاء القانون الأمريكي هو عابر للحدود هالكلام غير ضقيق القانون الأمريكي وأي قانون وفق منطق القانون الدولي ونظرية سيادة الدول لا يطبق إلا داخل البلد يعني من الناحية القانونية والدولية والدستورية الأمريكيين لا يقدروا يفرضوا عقوبات بموجة بقانون يطال غير بلدهم ولكن ديفاكتو بحكم الواقع شو عم يعملوا بما أنه الدولار هو عملة الكرة الأرضية هلأ وبما أنه البنوك بتتعامل مع الدولار بتتعامل بالدولار ممنوع لأي بنك بلبنان يعمل أي عملية فيها مقاصة أو غير إلا ما يكون عنده بنك توأم نسميه البنك المراسل بأمريكا نعم يعني هالبنك إذا ما امتسل للعقوبات يلي فرضتها الخزانة الأمريكية قادر هو يصير على البلاكليست وقادر يتسكر وشفنا شو صار بكتير من المصارف بس بهمني أقول شغلة وحدة فقط لا غير الدولة اللبنانية بامتحان حقيقي هل سوف تحترم الكتابي اللي بيجمعنا والعزيز على قلبنا يلي هو الدستور اللبناني ولا لا للأسف الوزراء صاروا بلاكليست ولكن استاذ عباس أنا بهمني أقول شغلي في نظرية اسمها نظرية هرمية القوانين بيراميد دو كالسن أي قاعدة قانونية مرتبة بالقوة من الضعف للقوة حسب هالهرم على رأس الهرم عندي الدستور اللبناني بيجي تحته أي شي تاني حتى الاتفاقات الدولية تجي تحت الدستور اللبناني طيب استاذي الكريم إذا دستورنا اللبناني بالمادة أربعين منه بيعطي الحصان للنائب وبيقول لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية إلا بإذن من مجلس النواب يعني أنتو فيما يتعلق بالوزير خليل اللي هو نائب أنتو عم تخرقوا الدستور يا بنوغ ويا وزير خليل مش من منطلق سياسي من منطلق دستوري لأنه عطول بقول نحنا هيدا المفروض نحتكم لقلوه هالكتاب يا وزير خليل بيحقلك كونك نائب أنك تقاضي لبنوغ بيعطلك وضررك لأنه لا تجوز ملاحقتك وفرض عقوبات عليك إلا بإذن من المجلس أنا تركتك تكمل لأنه بدي أسألك بعض سؤال بهيدا السياق يعني أنت تقول دكتور هذه العقوبات تمس أو تضرب الدستور والقانون اللبناني ولا يحق لهم ولكن بحكم خلينا نقول فائد القوة المتأتي عن الدولار تماما تمارس الولايات المتحدة الأمريكية هذا الحق كيف يمكن للوزيرين خليل وفنيانوس الرد على هذه العقوبات في القانون أيضا فيما يتعلق بالوزير فينيانوس مختلف لأنه هو مش نائب ولكن قانونا الوزير خليل بيقدر يقاضي أي مصرف لأنه عقب من دون ملاحقة من دون إذن من المجلس من دون ملاحقة وفق الأصول من دون رفع حصانة من دون أي اتهام وفق الأصول النائب يتمتع بحصانة دستورنا بيقول هيك بمئة والأربعين لهيك هيدا تصرف غير قانوني بيلحق بالنائب عطل وضرر قادر يقاضي وفق نظرية العطل والضرر هذا الرأي القانوني في هذه العقوبات كافي ووافق رمال منزيد على هذه القضية واضح جدا نحن عم نتوجه للجمهور والناس اللي عم بتشوفنا حول هذه العقوبات ما حنفوت حابب تضيف شيء قبل من كنت بديقول أنه هالعقوبات هي مش للوزيرين هي رسائل للداخل هي رسائل من خلال الوزير خليل لدولة الرئيس بري يلي ماسك ملف ترسيم الحدود البحرية ونحن منحييه هيدا الملف خطر كتير وإذا بيتح لنا الوقت أكيد هل نحكي على الوالي عن ترسيم الحدود ليش رسالة للرئيس نبيه بري لأنه المطلوب هال 860 كيلومتر بتحب نحكي ترسيم الحدود البحرية أكيد أكيد أستاذ عباس وفق القانون الدولي وقانون البحار واتفاقية قانون البحار يلي هي وقعت سنة 1982 كل الدول الملاسقة أو المتقابلة مع بعض البعض ما بتقدر ترسم حدود البحرية إلا بالتوافق وشو بيقول القانون الدولي وفق قاعدة الإنصاف نحن عنا لبنان مقابيل وفي أبرص وبجنوبنا في الكيان الإسرائيلي فلسطيني المحتلة للأسف بالألفين وواحد حكينا مع الأبارصة أول الشي بس خليني أعمل نبز سريعا نحن عنا المياه الإقليمية يلي هي من الساحل ل 12 ميل وعنا المياه الاقتصادية الخالصة يلي بتمتد لمتان ميل يعني حوالي 22 كيلو متر طيب كيف كل بلد بيحدد ميته الاقتصادية الخالصة يعني لمتان ميل بيعمل اتفاقات مع الدول المحيطة والمتلاصقة وفق قواعد الإنصاف نحن ما نحكي مع الكيان الإسرائيلي وما في علاقات بيننا وبينه وهذا شي طبيعي حكينا مع الأبارصة سنة الألفين وواحد عملنا نحن وياهن ترسيم حدود بحرية تقريبية قلنا لو نتركوه لنا الخط الجنوبي إذا منقدر إذا بتطلع الصورة رقم أربعة بتبين شوي نعم حسنا رقم أربعة أو خمسة شباب آخر خريطين كرمال نحدد تحديدا طلعت هاي كمان بتحللي المشكل هاي بيبين فيها طبعا اللي مشحوط وأنا بالأزرق بيبين فيها البحر المتوسط بيبين فيها الآبر نحن عم نشوف الجون الكبير من فوق في تركيا والحدود تبعية ترابلوس وفلسطين المحتلة وبورسعيد والعريش عم نحكي مصر طيب نحن حدودنا مع أبروس أبروس صارت من وجنا من المطرح التاني ما فينا نحدد مع النقطة الجنوبية عملنا شيء أنه قلنا منحكي مع الأبارسة ومنترك النقطة الجنوبية مع الأوعى ووعدونا الأبارسة أنه ما بينزلوا بحد يدون نقطة تحتينية مع الكيان الإسرائيلي لأنه نحن كمان معنيين فيها للأسف الأبارسة ما كانوا قدت جنتلمين أجريمنت وراحوا وحددوا مع الكيان الإسرائيلي نقطة بتاكل من مياهنا الإقليمية تمينمية وستين كيلومتر ولهذا عقب الوزير خليد هذه رسالة لماذا؟ لأنه رسالة للرئيس بري أنه لينو قيدكن لحدود البحرية تمينمية وستين صارت عاملة هيك تقريبا مثل مسلس بدون يكلوها علينا وتمينمية وستين كيلومتر نحن الكيلومتر بيفرق معنا فيما يتعلق بالسروة الغازية نعم كرمال هيك الرئيس نبيه بري قال لنا تخلى عن سنتيمتر واحد من حدودنا وعن نقطة مي وعن نقطة غاز أو أي نقطة بالسروة النفطية ونحن متطمنين لأنه الملف بيدان دولة الرئيس هذا فيما يتعلق بالوزير خليد أما فيما يتعلق بالوزير في نيانوس معروفة الرسالة الرسالة أنه يا سليمان فرنجية ما حفظ الألقاب ويا جبران بيسيل ما حفظ الألقاب السيف العقوبات لن يبقى مسلط فقط على الطايف الشيعية الكريمة لن قادر يطالكن ويقطع حزوزكن نهائيا بالمدويين الأصير والمتوسط والطويل للوصول للرئيسة فانتبهوا بتكون تفكوا الارتباط مع حزب الله ومع سوريا ومع إينا مع هذا المحوش هذا كبوضوح دكتور خلينا يعني طالما عرجنا بدينا بأول موضوع ونهينا بآخر ملف ولكن مرتبطين ببعض البعض والجميع يعلم أو مش الجميع يعلم أنه كل هذه ملفات هي مرتبطة ببعض البعض نقطة من هون نقطة من هون تنازل من هون ضغط من هون إضافة إلى الفساد الحاصل داخل الدولة اللبنانية والذي يستخدمه الخارج من أجل الضغط علينا حاليا إلى موضوع الزيارات الفرنسية المتكررة والمبادرة الفرنسية مبادرة الأم الحنون إمانويل مكرون الرئيس والمهل المعطاط للحكومة كي تتشكل بالطبع هناك علاقات تاريخية وجيدة جدا مع فرنسا وفرنسا هي نحن احتفلنا بمقاوية لبنان الكبير هي من أنشأت هذا الكيان في هذه المنطقة للتعددية مثال للتعددية نموذج للتعددية وأيضا لعدم العنصرية في هذا الشرق هذه المنطفية خلاف تاريخي ما سنفوت فيها ولكن الزيارات والاهتمام والتصابق الدولي على لبنان 10452 كم بتحب نبلش ليش الأوروبيين عنا ولا بتحب نبلش بموضوع الحكومة ليش الأوروبيين عنا ونرجع مرحبا استاذ عباس فتحنا عيوننا وفي دولة مهترئة وفي نظام طائفي وإن شاء الله نطلع بقى على الدولة المدنية يلي كمان بالمناسبة يعني الرئيس بر يحكي فيها وعم يطالب فيها بين وقت والتاني ومؤخرا ولكن الأوروبيين طول عمرهم بيعرفوا بهالدول ومنا لبنان في فساد وفي دولة مهترئة القصة كلها جايين لمصالحهم يلي بسميها أنا شرايين الحياة الجديدة خطوط الغاز إذا بتسمح لي ناخد الخريطة رقم واحد لحتى نفسر شوه خطوط الغاز وهل يعني الإمدادات لأوروبا لروسيا الالتفاف الأرخص أيضا خط الحريب هيتو ما بس أنا باحث الموضوع أنت باحثو أنا نقرأ شوي لا هيتك تقرأ كتير شباب الخريطة رقم واحد لو سمحتم هذه الخريطة رقم واحد خلينا بس نقول ما بدي ملل الناس بدي حاول كتير كون مختصة أكيد عندي أنا على ميلة اليمين من فوق روسيا وفي عندي على ميلة تحت هالبقع الملونة أوروبا خلينا نبلش ونقول أنه الدول الغنية بالغاز روسية ودول الكوكاز يعني تحت روسية إذا منشوف على الشاشة محل ما في المسلس الأحمر اللي أنا عامله ثلاثة فلشات كازغستان أسباكستان تركبنستان هول غنيين كتير طبعا قطر والسعودية غنية بالمقابل استاذ عباس أوروبا كتير فقيرة بالغاز ولكن كتير بهمها أن تستعمل الغاز لأنها دول صناعية اللي عم يصير شو عم يصير نحن عمنا مشروعين يتصارعان في العالم مشروع جاز بروم يلي أسسوا الرئيس بوتين سنة 1995 يعني الغاز الروسي والمشروع يلي طلعوه الأوروبيين بدعم وتحريض من الأمريكان يلي اسموا مشروع نبوكو إذن جاز بروم الروسي ونبوكو الأمريكي إذا منتطلع بالخريطة منشوف روسية على ميلة اليمين من فوق فيه ثلاث خطوط بالأسود أنا عاملهم الخط الفؤاني الأسود بينزل من سميه الروس عملوا هالثلاث خطوط سموا الخط الفؤاني مشروع السيل الشمالي بينزل خط غاز ببحر البلطيق مباشرة على ألمانيا ومن ألمانيا يلي هي مخزن الغاز كتجميع بيتوزعك الأوروبا ومن هون منفهم لي ترامب جن على أمريكا من سنة وسحب القواعد إذا بتتذكر الأمريكية ومعدوا عرفوا شو مزعى لترامب من ألمانيا لأنه صادقت على هالخط في عنا خط تحتاني بالأسود مش الخط النصاني هيدا بيسموه مشروع السيل الجنوبي أستاذ عباس مشروع السيل الجنوبي بيروح من روسيا بتسلسل الدول ما بعرف إذا مبيني للمشاهدين بيمرق بأزربيجان الخط التحتاني عم بيحكي الأسود بيمرق بأزربيجان من أزربيجان للبحر الأسود من البحر الأسود ما بيقطع بتركيا بيروح على اليونين على إيطاليا معروفة خريطة إيطاليا ومن إيطاليا بيرجع بيطلع ليتوزع بأوروبا إذا نحن عم نغزي أوروبا كروس من خط فؤاني اسمه السيل الشمالي وخط جنوبي اسمه السيل الجنوبي وبالالفين وتساطعش تحلحلت شوي ما بين روسيا وأوكرانيا فمدوا الخط صادقوا على الخط يلي كمان بيمرق بالنص الخط للأسود النصاني إذن الروس ماسكين أوروبا من خونية بالغاز بالغاز وهذا التهديد حصل وقت تسارب بيشبه جزيرة الكرم الحرب وهددت روسيا أو كان هناك تخوف من أن تقطع روسيا الغاز أكيد هو رد فاعل ولكن هذا يعني أحدى نقاط القوة التي كانت مع الروس تمام ولكن ضم القرم كان رد فاعل لأنه الروس عاملين خط بيروح على نيجيريا عبر ليبيا هيدا الخط اسمه أفريكن ستريم الخط الأفريقي وهيدا الخط بيتزامن توقيعه مع ظهور بوكو حرام وقاعدة فرع القاعدة بنيجيريا لضرب هالخط نمنفقنا في بوكو حرام طلع لضرب هالخط على كل حال واضح هذه المؤكد إذن الخط الفقاني والنصاني إذا نقدر نرجع للخريطة الخط الفقاني بالأسود والنصاني والتحتيني هول شرايين الحياة لأوروبا من روسيا طيب روسيا بس بتجيب الغاز مننا وين في الفلش المسلس بالأحمر من تحت هيدا غاز القوكاز كمان غني كتير طيب اجوا الأمريكان قالوا لهم للأوروبيين انتوا لقيمتا بتكون تخلوا الروس نسك تعول حتى نعمل مشروع خطوط ما يمرق بروسيا وهيدا المشروع بغزي أوروبا إذا نقدر نرجع على الخريطة لو سمحتوا نرجع على الخريطة نفس الخريطة نفس الخريطة بالأحمر من تحت أنا عامل مسلس هيدا المسلس طالع أول خط منه من كازغستان من أسباكستان النص ومن تركبنستان إذا هالمسلس هو دول الكوكاز هيدا خريطة نبكو ابتن بينزل الخط ببحر قزوين هيدا راس فيه مبين بالخريطة أسود أزرق عند المسلس الأحمر هيدا بحر قزوين نعم يلي هيك مبين مثل بحيرة كبيرة هيدا بحر قزوين بيمرق بأزربيجان بيمرق بجورجيا بيمرق بتركيا هون اللي مهم ومن تركيا بيروح بيفوت على بلغاريا رومانيا سلوفاكيا لا يوصل على ألمانيا ويوزع شو معنى تعملنا إذا منتطلع بالمسار الأحمر عزل روسيا وقطع عنا الهوى والمي وقالوا لها روسيا سلم دياتك في دول أغنى منك نحن ما بقى بدنا نكون بحاجة لألك هيدا السبب الصراع بس لحتى دل بالتسلسل إذا ممكن الخريطة رقم اثنين لأنه هيدا الأحمر نبكو الأمريكي كمان بدون روافد لألو إذا بينتبهوا المشاهدين بالخريطة البقع الحمراء من فوق هاي كمالة تركية يعني هلأ نحن نسينا من فوق آسيا وأوروبا هنرجع صوب المنطقة هاي الشقف التحتانية أهمية المنطقة اللي عنا مشروع نبكو وإذا بتتلاحظ من فوق ترك مستان أفغانستان ترك مستان للدول يلي كانت بالمسلس وكازاقستان نبكو شو بدو كمان بدو غاز الربع الخالي بالسعودية يمرق بي الأردن من الأردن على سوريا ومن سوريا على تركيا هلأ منشوف ليش في حرب بسوريا بدون قطر إذا مبيني نقطة صغيرة قطر وارحة لأنه قطر أيضا عندها غاز بكعب السعودية كمان في خط بيطلع أردن نعم سوريا لبنان وبدون غاز شرق المتوسط نعم مبين البحر المتوسط لبنان فلسطين هالبقعة الزرقة يلي فوق مصر وفوق لبنان وتحت تركيا إذن نبكو ما بس بدو الكوكاز استيز عباس بدو الغاز السعودي نعم والغاز القطري وغاز المتوسط نعم يلي كل أنابيبهم يجب أنه تمروا بسوريا ومن هون لعنة سوريا الأولى يلي هي المفروض نعمة نعم ولكن نقمة سوريا سوريا الأولى نقمة سوريا ولهذا صارت الحرب بسوريا وفي المنطقة و لأنه مؤخرا كمان السوريين اكتشف عندهم حق القارة نعم أكبر حق الغاز بالعالم واللي هو قرب حمص إذن سوريا تقاطع وسوريا أكبر حق الغاز لنرجع للب الموضوع ليش الأوروبيين عندنا الأوروبيين عندنا لأنه بدهم يدعموا من جهة مشروع نبكو الأمريكاني بدهم الغاز اللي طلع على شرق المتوسط اللي هو بيرفع المتوسط لثالث أكبر سورة سروة نفطية وبدهم لبنان محطة ولهيك أنا متفاعل المفروض جايتنا أيام حلوة إن شاء الله ما يكون غلطان بدهم لبنان محطة انطلاق لإعادة أعمار سوريا لإعادة أعمار العراق إلى آخرين نعم هيدا بيوضوح كما ذكرت وأحدى أسباب الحرب بسوريا والحرب على سوريا كانت هذه الخطوط الإمداد الغاز وما له علاقة بطريق الحرير أيضا أنا متابع هذا الموضوع دكتور وللأسف البعض ما بيعرف بفكر أنه هذه الحرب بدأت سورة وهذه الأمور ما رح ما رح ندخل فيها إذن هذا واضح لماذا كل هذه الخلافات والعقوبات وخط الغاز وترسيم الحدود وموقع لبنان الذي ذكرناه الأوروبي لدينا من أجل هذا السبب ولكن الأوروبي وين حاليا هل هو مع الروسي أو مع الأمريكي قبل ما نروح للأوروبي الأوروبي عم يتميها مع اثنين وهلأ من نختم قبل ما نروح بس بما أنك من رأت خليني أفتح هلالين هيدا لا ينفي حق الشعب السوري وحق أي شعب بأنه المطالبة بالحرية بس يا جماعة اللعبة أكبر منك اللعياتنا اللعبة لبعمرة كانت شيعي سني ولا حتكون إن شاء الله اللعبة كلها لعلاقة بشرايين الحياة الجديدة والمتابع أيضا بيعرف إنه وقت اللعبة تدخل الدول إلى دول أخرى ما حتدخل إلا بأسليب زكية بمطالب ببعض الفساد ببعض المطالب تماما مثل ما الأمريكيين فاتوا بالزمان على العراق واضح جدا هذا الموضوع دكتور إلى الموضوع الآخر الذي تحدثنا عنه عن الأوروبي أين هو باختصار بدي استفيد من الوقت لنحكي موضوعات كتير معك باختصار شديد باختصار شديد الأوروبي متماهي مع الأمريكي سيد عباس أنت صحفي عطيق وبتعرف ما بيجي ماكرون أول مرة ومن أول الزيارة من أول الزيارة لو في ضو أخضر أمريكي بيقول وبيوعد وبيقول لهم أموال سادر وأموال الصندوق وكل الأموال الجاهزة لو منه متماهي مع الأمريكي السؤال اللي بيطرحها له طب كيف متماهي وكيف الأمريكي ضرب ضربة لعقوبات عم يلعبوا لعبة الشرطي السيئ والشرطي الآسي والشرطي ما بدنا نقول للهيدا يعني سياسة القوة الخشينة والقوة النائمة ماكرون بيقول لهم لكم أنا مبنون على الأمريكي رتبوا أموركم بسرعة والأمريكي بيقول أنا ما ممكن تساهلوا ما تطمعوا بالتحشي الفرنسي فيه تنسيق وتنسيق تامي فيه تنسيق وتنسيق تامي نعم بهذا الموضوع سؤال أخير التركي وتحركاته الأخيرة ومحاولاته استغلال ما حصل في مرفأ بيروت في السياسي يعني كرميل ما يفهمونا غلط كل كل الدول تسارع أو تتصابق إلى ملء الفراغ الذي يحدث إثر حرب إثر شي طبيعي حدث تفجير المرفأ شفنا الرئيس ماكرون وشفنا التركي لأعرب عن استعداده وأبدى استعداده من أجل إعادة أعمار المرفأ ومرفأ مرسين وما لهذه الأمور التركي دوره لأنه تركيا أيضا نقطة يعني التقاء وتصدير بنفس الوقت لخطوط هذه الغاز أيضا باختصار دكتور غاز 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 التركي طحش على ليبيا صح كرميل السروات وكرميل الغاز التركي نازل على المتوسط لأنه بيعتبر له حق بالمي والغازات اللي فيها صديقي ابحث عن الغاز وخطوط الغاز مش عبار الغاز بالأول كنا ندور على أبار الغاز اليوم الخطوط مين بيملك قطع الخطوط بيتحكم بالعالم من شان هيك كمان منفهم لأنه أنا بدي أحكي لكل الجماهير من شان هيك كمان منفهم ما نطمع بطحشة الروسي وكتير نتفاعل كل الدول عندها مصالحة بسوريا سوريا إذا بيمشي نبكو الروسي عدم الروسي عزل خطوطه عزلت لهيك بوتين مستعد يقاتل بسوريا لآخر عسكري مش حبا بأي قضية لأنه ما بده يعزل على صعيد أنابي طبيعي كل الدول تقدم مساعدات وفق مصالح الخارجية إلا للأسف إلا الدول العربية للأسف نحن الوحيدين الدول اللي يعمل ما خلقنا ما عنا أجندة نعم ما عنا أجندات نحن مننفذ أجندات للأسف يعني ما عنا مشارية مننفذ بس أجندات إلى الزيارات الزيارتين للرئيس مكرون ووعدنا بالتالتي بالطبع بعد انتهاء بعد نتيجة الانتخابات الأمريكية التالتي بتكون توضحت الصورة أكتر لديه وبيرجع على لبنان والمهلئة التي أعطاها أو كيف جمع اللبنانيين القوى السياسية الدبلوماسية الفرنسية التي حصلت بجمع القوى السياسية وبعض قوى يعني رسائل قوى المجتمع المدني وعنا مهلئة التانية لنشكل الحكومي كيف عم بتشوف المشهد اللبناني الداخلي عم بيتعاطى مع هذه هل كل القوى السياسية شايف في هذا اللي حكينا نحن حكي مع القوى السياسية خطابين خطاب من فوق الطاولة وخطاب من تحت الطاولة الخطاب اللي من فوق الطاولة إنه ما بيبقى لبنان وقالوا وما خبوا حالهم في حال ما هتعملوا شي وهي آخر فرصة لإلكم يا سياسيين ويا مؤسسات دولة إنه ينقذكم المجتمع الدولي لأنه نحن مضاقع عنا خيار أستاذ عباس عنا شهرين للشهرين ونص نقدر نصرف دواء ودعمه طحين وبنزين وإلا قدية ما بقى عنا خيار فإجا قال لهم بدكن أموال هاي فرصتكن الحديث اللي من تحت الطاولة ما سألتني عنه هدد بالعقوبات واضح ومن هون كلنا بنعرف ومن هون بنفهم التضقيق الجنائي ويا رات يكون عنا وقت نحكي شوي عنه هدد بالعقوبات وعقوبات على الأشخاص بزيتها في ناس عندها ملفات وفي عقوبات قادرة تكون ممكن منموا حقها ولكن قادرين يضربوا فيها فما عندك خيار يا أما بتربح لبنان أو بتخسروا لأنه خلصنا أنا أكتر شي بضحقني أستاذ عباس بيقول لك هيفروط البلد لا ما بيسمحوا يفروط البلد إنه وين لا ما بدي يفروط ما نحنا بالقاع شو بعد فيه هيك فارت البلد نحنا وين نعم شو معناتها الواحد ما بق يقدر يجيب ربطة خبز لبيته نحنا فرطنا خلص عم يقولوا للكل من فوق الطاولة الأموال مقابل أجاندتنا نعم يلي بتتضمن إصلاحات والحكومة وبدكو نتمشوها ومن تحت الطاولة في سيف تاني يا هون يا هون ملفت نظرك من لما رحنا على الاستشارات طولنا لنروح الاستشارات ملفت نظرك إنه بستة وعشرين شهر طلع بيان عن الخارجية الفرنسية إنه قلغيت زيارة ماكرون بعدها بخمسة يام بسرعة قياسية عملنا استشارات نيابية وسمينا أديب أم من بعدها بنهار جاء ماكرون وقال لهم خمسة عشر يوم لهيك أنا بتوقع حتطلع الحكومة حتطلع التنية نعم حتطلع برواء بهدوء رواء ولا هدوء ما بقى طلعت القصة مش بأيدنا مش نحن عم نشكل حكومي في جملة محلوة بدي أولى بس لهيك بدي أولى لا لا فيك تقولى أنا معك البلد بطلنا فقدنا السيادة الكاملة عن بلد وهي دي أنت البلد تقولى طبعا ما استحى تقولى قلت محلوة لأننا تطلع لا دكتور نحن فقدنا السيادة ولأنه نعم فقدنا السيادة ما أنت بديت الحلق ونحن نضرب دستورنا وين بعد السيادة وقت الفرض العقوبات علينا بغد النظر إذا كانت سياسية أو غير سياسية أنت وضحتها ولكن فرض هيك عقوبات على بلد شمال يمين حتى ولو كانت على وزراء ليس من خطك السياسي أنت بتتحاسب أنت وياهم بالداخل تماما صح أو لا؟ تماما نضرب السيادي تماما ونحن أول من نضرب الدستور مش الأمريكان هلأ نحن عن نخضع لهم لأنه نحن بالنسبة لقلنا الدستور وجهة نظر وكل ما يكون عندنا خلاف سياسي بيطلع منظرين لجهتين وبيفسروا المادة الواضحة عدة تفسيرات للأسف للأسف ما بقى القصة صارت بيدي المجتمع الدولي ولكن نحن هل حن يعني طالما أنت ما بتقرر ولكن فيك تشد بالنقاط تحافظ قدر الإمكان على شوية سيادي ما تبقى هون أدي المدار أو المساحة لبعض القوى السياسية فقط عم بتمارسها لأنه بعض الآخر من القوى السياسية بالعكس كانت ناطرا ماكرون يجي عاقب القوى اللي مختلفة عنا سياسيا ما حندخل هالأدب بالتفاصيل لأنه استاذ عباس فهمينين مشوار الأوروبي غلط الأوروبي لنه جاي لأربط عشر ولنه جاي لتماني الأوروبي منه جاي لعقاب حزب الله ولا لدعم حزب الله الأوروبي جاي للمخزون استراتيجي اللي عندنا واللي بيعتبره مخزون استراتيجي عالمي تعرف شو اللي بيستفزك استاذ عباس الدول الصغيرة ما تملك من السروات الدول الكبيرة بتعتبره ملك الكرة الأرضية كله يعني مخزونك غازاتك نفطك بيعتبره هيدا ملك استراتيجي للكرة الأرضية والقوي بياخد من الضيق أنا متتبع كتير للصحف الأجنبية بتقرأ سروات بالعالم ومنا شرق المتوسط بتعرف شو بيسموه بيسموه مخزون استراتيجي عالمي مش إنه ملك ويحق لهم السيطرة والتحكم فيه تماما يلي إلنا إلنا وإلن أو إلن وبيتركوا الفتاة ما هي نقاط القوى التي ما زلنا نملكها أو البعض في لبنان يملك دكتور من أجل محاولة الحفاظ قدر الإمكان أو بالحد الأدنى على سيادتنا شو هي نقاط القوى التي عم نفاوض لا نقاط قوى لدينا فرصة إنقاذ وحيدة ليهي؟ هالفرصة الإنقاذ الوحيدة الزهاب نحو الدولة المدنية مساقبي أنا بالن بي أن يعني الفكرة اللي أفعل الرئيس بري أنا أنا عتمي أنا أنا عتمي عم بحكي وأنا محمد زكور طرابلسي ومساقبي سني معلش عم نحكي الأمور مثل ما هي الدولة المدنية اللي بتجمعنا كلياتنا الدولة المدنية اللي بترعانا كلياتنا الدولة المدنية اللي بتخلي ولاء المواطن للبلد مش للطايفة الدولة المدنية اللي بتخلي مش الطواقف تتحكم بالمراكز اسمحني شوي احكي عن تسمية رئيس الحكومة عنا وقت لقلق انا هون مرتاح كتير لانه مسئبة وقلتا مبارح بمطرح تاني الموقع سني ومصطفى قديب سني وانا مسئبة سني بدي احكي مرتاح شو هالبدعة اللي عملو لنا يا هرق ورؤسة الحكومات انهم بيجتمعوا وبيطلعوا علينا بالاسم شو هالبدعة طيب هاي الدستور اللبناني كتابنا اللي منحب مين عم بيطبق الدستور انا بدي طبق وانا بدي طالب فيه انا وياك يا استاذ عباس البلد ملكنا مش ملكون نعم يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف المادي 53 فقرة 2 بالتشور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة شو معنات استنادا الاستشارات نيابية ملزمة معناتها يلي بيقرر رئيس الحكومة المكلف هن النواب نعم وسألنا هالسؤال ومنعيد سؤاله شو معناتها اربع رؤسة يطلعوا يقارروا طيب وينو الرئيس الحص وينو الرئيس الدياب نحن عنا ست رؤسة على قيد الحياة الله يطول بعمر الكل شو معناتها هاي الموقع ملك الطايفة السنية لا ملك كل لبنان مثل ما المواقع الاخرى ملك كل لبنان منها ملك طوالب هذه ما حتصير الا لنروح للدولة المدنية الانقاذ بالزهاب الى الدولة المدنية تطبيق المادي 95 من الدستور وصولا لتعديل الدستور كل ياته ولكن ما عندك تفاعل طالما ذكرت انك انت سني وومن ترابلس ما عندك تفاعل انه دكتور اديب اجا برعاية وتشجيع ورضا الطائف السنية ان كانت المرجعية السياسية والمرجعية الدينية هذه فرصة انه نكمل لانه شفنا قبل وقت المكان في رضا ورعاية شفنا شو صار مع دكتور دياب في بداية تسميت ولا تشكيل وتشكيل هذه الحكومة الرئيس اديب بالشخصي الاخلاق بعنوان العريض كشخص حتى مساق بانوية من نفس المنطقة ومساق ببعض مواد يلي تركها بالجامعة اللبنانية وقت العمل سفير انا بعلم اليوم الرئيس اديب الاخلاق بعنوان العريض ومظبوط عنده دعم دولي ولكن بصراحة انا مش متفاعل ليش لانه ما قادرين وفق نفس القواعد اللي عم نلعبها سيز عباس شو عم نعمل بدنا نلعب اللعبة القديمة وكل ما بيهزولنا العصى طيب طيب اوكي ياللي بتكون ولكن احنا حاليا مضطرين نقبل مضطرين نقبل مضطرين اي مضطرين ياراتي يكون عنا شوية وقت نحكي التضقيق جنائي لانه نحكي عن التضقيق الجنائي نحاول لاخر لحظة ننقص نعم قبل ما نروح للتضقيق الجنائي بعد عندنا موضوع تشكيل هذه الحكومة هل سيتمكن دكتور اديب من انه يحقق المطلوب بهذه الحكومة ولكن في خلاف مع الشريك الاخر بتشكيل الحكومة اللي هو رئيس الجمهورية هل ليس هذا ما اراده الرئيس سعد الحريري عندما اشترط ان يكون هو رئيسا لحكومة غير سياسية فقط وصار المشكل شو اللي تغير لهلأ يصير يتطبق عبر اديب اللي قلتلك يا من شوي كل اللعبة تغيرت بالاول كنا عم نلعب لوحدنا هلأ صار في لعب اسمه دولي عم يدير اللعبة ما منستغرب انه ماكرون عم يتدخل بتفاصيل الحياة السياسية اللبنانية ما منستغرب انه ماكرون عم يتعاطى مع السياسة اللبنانية وكأنه رئيس جمهورية لبنان هيدا الاهتمام معناته تغيرت قواعد اللعبة بطلنا نلعب منفريدين بتأسيرات خارجية صار عم يلعب الخارجي وقدين احنا قادرين يكون عنا تأسير على تعديل قراراته هتمشي الحكومة والبرنامج المرسوم لقلا متل ما مشي تسمية الرئيس قديم باخر لحظة لانه المجتمع الدولي بده استقرار بالمنطقة سيز عباس انا ما بديدوج الناس بسيرة الغاز ولكن بديلك شغلي ما بتنحط مكانات بمئات مليارات الدولارات بحوض المتوسط بالحدود بين لبنان والكيان الاسرائيلي مع فلسطين المحتلة ما بتنحط مكانات بمليارات الدولارات وفيه قلاقل المطلوب استقرار بالحد المقبول الجماعة بدون يشتغلوا فعن يقولوا لنا راوقونا وين صرنا بهيدا الموضوع بملف المفاوضات بهذا الشأن نحنا بمطرح نحنا مصرين على 68 كيلومتر وهن مصرين بدون يخدوهم بالترسيم مع أبرص وانا بدي يقول للأبارصة ما احترموا الجنتلمان اجريمنت يعني اتفاق الشرف قلنا لهم نحنا ما بتروحوا أصلا بالقانون على فكرة نحنا عتبناهم للأبارصة وبعتنا لهم كمان بال2011 رسالة عتب انه ولو انتو كيف بتروحوا بترسموا معهم بيبرروا بيقولوا احد تبريراتهم انه لا نحنا ما منقدر نلزمكم باتحاد سنائي نحنا بنقطة عالقة لهيك كمان العقوبات عم تشد من الأمريكي قديش نقطة القوة عنا بهيدا الملف الايرادة الايرادة الايمان انه قلنا حقوق وهيدا الكل متوحدين حوله على فكرة الايمان انه قلنا حقوق هيدا مال يومالك مال ولادنا بالمستقبل والزهاب لدولة حقيقية انقاذ الدولة لانه على فكرة اذا فرط البلد لف بقى فينا نحكي غاز ولا بقى فينا نحكي زراعة نعم بعد انه نقطتين بدنا ندوى عليه نقطة انت اخترت من ضمن الحديث الدولة المدنية ما عليش خليني استفيد منك ايضا قدر الامكان بهيدي المقابلة والنقطة الاخيرة هي التطقيق المالي والجنائي اللي هو فرصتنا الاخيرة مثل ما ذكرت الدولة المدنية دكتور يعني معقول ان احنا بالالفين وعشرين بعدنا بدو يتحكم فينا الفكر الطائفي والسياسي هاي الفقد القوة لاخديط الطائفي او القوة السياسية ليش ما منروح على دولة مدنية حلق ليش لقمين بيرفض الدولة المدنية المستفيد المستفيد من الدولة الطائفية نعم سؤالك كتير زكي على فكرة جيواب اتنين ده المستفيد نعم من نعم الدولة الطائفية على فكرة كانوا يقولولنا ليكو يا شباب وقت الكنة بالجامعة الطائفية شلوها من النفوس قبل ما تشلوها من النصوص هالكلام مردود على اللي عم يقولوا الشعب اللبناني اقل الشعوب الطائفية وعلى فكرة هاي دي دراسة انت بس تعملي قانون يفرض علي شوي شوي خليك معي بالصياء عمون معروف في دراسة عملوها الاوروبيين لقوا على فكرة مدة الدراسة 30 سنة لقوا انه بالنسبة لحجم لبنان وتعدوا الطواف اقل الشعوب الطائفية الشعب ارجانا شو عمل وقت النزل على الشارع انا شفت كل الالوان وكل الاطياف مع بعضا طبعا ما بنا نحكي بهالموضوع ولكن انا اللي عم حاول اقوله المستفيدين من الطواف وانا اللي بسميهم الطبقة او الدولة العميقة شوف هي كيف العلاقة استاذ عباس انت ممنوع تتوظف يا محمد زكور الا من خلال زعيمك السنة صح فصار في انترميديار وسيط مبيني ومبين الدولة هاي بتقوي الزعيم السنة من جهة بتزيد ولاه اله من جهة تانية بتضعف الدولة من جهة تالية تب تعالى نشوف اذا رحنا على الدولة الحقيقية بتشيل كل هذه السلسلة انا بطلت روحة بالزعيم مني بحاجة للزعيمي الطائفي او السياسي كرمالي وظفني حقي كمواطن لبناني بالقانون وعلي واجبات كمواطن لبناني بقدمة للدولة بقدمة للدولة مش للزعيم هذا سلسلة واضحة ونحن نعلم بلبنان من يريد دولة مدنية ومن يريد الغاء طائفية السياسية ما حنحكي فيه هنا يعني ما عليه بكل حلقة عم نحكي نفس الكلام وواضح جدا الموضوع من يريد قانون انتخابي خارج القيد الطائفي خلينا نعمل دولة مدنية ومن يقول انه البلد اهم من الطائفي ومن هو متشبث بهذا الموضوع انا بهيدا الموضوع بدي اسألك بعض القوى السياسية رافضة هيدا الامر من تحت الطاولة او من فوق الطاولة ولكن ايضا تعقيب بسيط الناس اللي نزلت لعجل الشارع وطالبت بالدولة المدنية هي محقة ولكن بعض الناس اللي فيهن من ننقبلنين ايضا انه تبقى جمعيات واحزاب سياسية يعني المشكل نفس الفكرة عند الناس اللي مع السلطة السياسية وعند الناس اللي ضد السلطة السياسية ما بدون يردوا بالاخر بهيدا البلد هل اذا ذهبنا الى قانون مدني وفرضناه هتخف هذه النسبة والتفكير انه المواطن يكون فوضوي المواطن لأي جهة انتما مش عم نحكي عن المواطن بجهة وحدة خلينا نقول شغلي الزهاب للدولة المدنية هو يلي بيحل مرض المرض العضال للبلد وبس تحتى رحنا للدولة المدنية وصل المواطن لحقوقه يعني رحنا لدولة منتجة على طريق صح لدولة بتأمن للمواطن حقوقه بتأمن ابسط حقوقه لدولة ما قادر فيها شاب باول طلعته يلاقي حاله على القهوة ما عنده فيها فرصة عمل او المزوج ما قادر ياخد لقمة خبز لعيده ولكن أنا هون اسمح لي بس بدي أقول كلام جديد بهالموضوع ما للطبقة السياسية بدي أتوجه للناس يلي الطبقة عم تغزي براسها انه قوى على الدولة المدنية بتاكلكن الدولة المدنية بتحميكن طبق أنا اليوم بالالفان وعشرين مين بيضمن لي بالالفان وخمسين أي طايفة أكتر منها؟ لأنه في بعض الهواجس عند الطايفة المسيحية الكريمة او عند بعض منهم لأنه البعض الأكتر فهمان اللعبة صح؟ بيقلك يا خي بس لعبة العدد نحن مندوب بالدولة المدنية أنا بدي أسأل سؤال لكل الطوايف بالالفان وخمسين طب بالالفان وسبعين مين بيضمن الديموغرافيا كيف تتغير؟ مين بيبقى ومين بيتهجر؟ أو إن شاء الله بنبقى كلنا مين بيجيب أولاد أكتر من الثاني؟ صح إذن الضمانة مش بالعد بالزهاب لحوة الدولة المدنية أنا لو كنت من طايفتي ومن مذهبي الوحيد ببلدي واللون الثاني كلها يتوسحق دكتور هذا واضح جدا ونتمنى على الناس أنه يفهموا بطريقة صح وما ياخدوا الرسائل مباشرة والتلقين محاولة حش الدماغ والتلقين الجميع مني ومنك وبالجر كرميل ما يكون الكلام موجه إلى النقطة الأخيرة بدي أستغل قبل ما يخلص الوقت أهمية التدقيق المالي والجنائي الحاصل وشو رأيك فيه وملاحظاتك عليه؟ دمعي وقت معنا ستة دقائق على السريع التدقيق الجنائي أنا كنت بتمنى أنه يتوقع العائد على خلاف ما توقع عليه التدقيق الجنائي ببساطة أستاذ عباس وزارة المالية وقعت مع ألفاريز أند مارسل مع الكي بي أم جي وقعت مع أوليفر ويمن هالثلاث شركات للتدقيق وقعت عائد هي بتلزم قال مصرف لبنان وهذا خطأ أنا بعرف يمكن النواية طيبة ولكن كان فيه ملاحظات أنا ما بقدر إلزمك وفق مبدأ نسبية العقود استاذ عباس لا ما بقدر إلزم حدا ثالث بعقد بيني وبينك مصرف لبناني يا جماعة نعم وفق قانون النقد والتسليف نعم مستقل ووفق قانون النقد والتسليف حاكم المصرف هو اللي بيوقع العقود باسمه نعم كيف أنتوا بيعقد مع ألفاريز في صغرات عم تتعهدوا بإلزام المصرف في صغرات يمكن على السرعة أو بدنا نطلع لا بصراحة بصراحة هذا الخطأ أنا ما فهمته هذا لا على السرعة ولا على البطء يرتكب في عقبة تانية نعم بما أنك قلت لي ستة آية قانون رفع السرية المصرفية نعم صح هذا غلط قانون رفع السرية المصرفية ما فيه كيف بدك تسلم السرية المصرفية ومعلوماتك لجيها في مئة عقبة نعم في مئة عقبة أنت تقول ملاحظات قانونية على هذا تماما نعم نعم دكتور كلمة أخيرة حول فرصتنا الأخيرة للإنقاذ باختصار باختصار شديد يا مسؤولين ويا سياسيين ويا شعب خلينا كل اياتنا ناخد مرة واحدة من شين كل مرة قرار حقيقي بالنهوض بالبلد بالزهد نحو الدولة المدنية بالقيام بإصلاحات حتى المسؤول الفاسد بهالبلد أنا حوجه له رسالة وقال له ما حيفضل بلد لتبقى مسؤول عليه في حال ما رحنا ننقذ هالبلد رئيس مركز ليبرتي لدراسات القانونية والاستراتيجية دكتور والمحامي محمد زكور شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات ضغطناهن ولكن كان كافي ووافي الوقت أنا بدي أشكرك إن شاء الله بمؤابلات لاحقة من فصل بالأرقام هذه الأرقام بتهمني أنا جدا وبتهم المشاهدين شكرا جزيلا إليك مشاهدين الكرام فاصل ونعود لمتابعة السياسة اليوم شكرا شكرا